قال الدكتور عويضة عصمان آمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن المأصود من قول حسبي الله ونعم الوكيل عندما يقولها الإنسان تعني أن الله تعالى يكفيني ما أهمني وما أصابني من فلان وبذلك يتحصن بالله عز وجل من قوة هذا الظالم الذي ربما أكل حقه أو آذاه جاء ذلك في إجابتي على سؤال ورد إليه مضمونه ما هو حكم الحسبنع أو الظالم وأوضح أن قول حسبي الله ونعم الوكيل جائزة ولا شيء بها ولا يوجد نهي شرع عن قولها فالإنسان إذا ما ظلم له أن يدعو على من ظلمه ولكن نقول في النهاية وجب العفو وتفويد الأمر لله من الدعاء على الظالم وتابع قائلا إذا دع الإنسان على من ظلمه يقول المولى عز وجل في دعوة المصبوم وعزتي وجلالي لأنصرا لك ولو بعد حين فيجوز للإنسان إذا ما ظلم أن يرجع لله تعالى ومن دعوة المظلوم اللهم إني أعود بك من عين حاسدة قاطعة للرزق ومن ناس لا تخاف من الظلم وأسألة أن تبعدهم عنها اللهم فرج همي وضيتي وكربي وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم يا رب واجبر 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 يا رب واج